المقاطعة أو المعارضة خائرة يتدارسها الإطار التنسيقي في ظل إصرار التيار الصدرية على إقصاء واحد من أبرز مكوناته البنيوية هذه الخيارات وإن كانت الأقرب للتبني من قبل قيادات الإطار لكن أملها ما يزال معقودا بتحقيق اتفاقات الساعات الأخيرة مصطفى علوش والتفاصيل بإحدى الطريقين يذهب الإطار التنسيقي بخياراته المقبلة بعد أن أوشك جدار تفاهماته مع التيار أن ينقض المعارضة أو المقاطعة خيارات سيتبنىها الإطار التنسيقي في حال أصر التيار الصدري على اشتراطاته على إقصاء أحد أركانه فما تمخض عن اجتماع قوى الإطار الأخيرة تأكيد بالالتزام بمشروع الشراكة في إدارة المرحلة المقبلة دون تفضيل لطرف دون آخر الإطار التنسيقي ما عنده الآن أن أجبر على المعارضة واضح المشهد إلىه وواضح الإصرار وواضح القوى الدولية لوراء هذا التمسك لكن نعول على المستقبل أنه الخلافات الموجودة الأقطاع الموجودة عدم الرضا الموجود وإحنا مع الرئيس الديمقراطية إذا كانت حكومة الأغلبية مؤمنة بأنه تقبل المعارضة خلاص أن الاتجاه يبقى أما إذا كان موضوع إقصى هو راح نراقب هذا المشهد فهو المقاطعة أفضل الخيارات للعمل السياسي لأن هذه العمل السياسية ما بنية على باطل فهو باطل سزادات سياسية أنتجتها الانتخابات الماضية كان آخرها لاعتراض على دستورية الجلسة الأولى لمجلس النوهب ومع ذلك لا يزال التعويل على ما يسبق جلسة المقبلة لإنضاج تفاهمات سياسية أو تقاربات تصب في صالح إدارة المرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية أرقل الأول الذي سوف يؤخر الاتفاق فيما بين البيت الشيعي على أن تكون رئيس الوزراء ينبثق من هذه الكتلة هذا جانب جانب الآخر أنا في اعتقادي هناك مفاوضات وهذه المفاوضات من الممكن أن تصل إلى نتيجة لأنه الإطار التنسيقي لا يستغني عن السيد المالكي لأنه يعتبر هو أكبر عدد ممكن أو عدد داخل الإطار مواقف ستتضح معالمها عقب اللقاء المرتقب الذي سيجمع زعيم تحالف الفتحات العامري بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي قد يكون بمثابة فرصة أخيرة تساعد في لملمة الشتاءات وكذل إطار التنسيقي في بيانه الأخير أيضا على أن التعددية السياسية لا طالما شكلت مخرجا لكثير من الأزمات التي شهدتها البلاد مصطفى الوشأ الرابع بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر